طيب شريف يقول لك ايه? هو شريف طبعا على يعني انا ما بخدش كرار واحدة اوام باخدش كرار واحد ما اخدوه مع بعض وكان في عوامل كتير اوي يعني ان هي رشحت ان انا انضم النادي الاهلي طبعا الجماهير النادي المدرب وقتها كابتن اشرف توفيق كان ليه دور كبير اوي ان انا انضم كابتن جرحي كابتن ترير الغنام طبعا كابتن عاد لقاية وقتها وبرده اوقات كابتن عادل القاية كلمك. كلمني وقعد مع شريف برضو كزا مرة واعتقد هو ده يعني كان من اهم العوامل. يعني كابتن عادل القاية مش مهندس صفقات بس كرة القدم. كان مهندس صفقات كرة السلة كمان. اه وهي يمكن وقتها كان كل ناس بالكلام ان عمر مع كابتن عادلي بيخش في اي صفقات. بيخش العاب اخرى بس نادر. اه بالزبط. فبالنسبة للموضوع برضو هو سهل الموضوع. لما عاد معك قالك ايه. لا هو عاد مع شريف. عاد مع شريف. اه اه انا زي ما قلت لك انا بحاول. شريف اه هو شريف هو يعتبر وكيل اعمالك. طب لما عاد مع شريف قال له ايه. انت فاكر شريف جاء قالك ايه او حاجة. هو يعني هما اتكلموا طبعا في عدد السنين والمبلغ وكل ده. وطبعا اتفقوا في الاخر. واضح انهم اتفقوا يعني. بالزبط.